أعزائي طلاب الصف التاسع الأساسي بالمحبة نلتقي نقدم لكم اليوم درس المطابقات الشهيرة ونرجو فيه الفائدة مطابقات شهيرة الخاصة الأولى أو المطابقة الأولى القوس A زائد B مرفوع للأسل 2 يساوي A مربع زائد 2 A B زائد B مربع لنسبة هذه الخاصة نأخذ الطرف الأول والذي هو القوس A زائد B مرفوع للقوة 2 كما نعلم هو يساوي جداء A زائد B بA زائد B بالنشر نضرب A بE فينتج A مربع ثم نضرب A B B نحصل على A B ثم نضرب B بE نحصل على B A ثم نضرب B في B نحصل على B مربع لاحظ لدينا حدان متشابهان هما A B و B A الضرب عملية تبديلية أي أن A B نفسها B A بالجمع بجمع هذين الحدين نحصل على A مربع زائد 2 A B زائد B مربع وهو الطرف الثاني في الخاصة أو في العلاقة وبالتالي فهي محققة إحعادة ثانية A زائد B مرفوعة للقوة الثاني تساوي مربع الأول A مربع زائد 2 A B زائد B مربع ونقرأها على الشكل مربع مجموعة حدين يساوي مربع الأول زائدا ضعفي الأول بالثاني زائدا مربع الثاني نأخذ تطبيق على هذه الخاصة القوس X زائد 3 مرفوع للقوة 2 يساوي كما قلنا مربع الأول X مربع زائد ضعفي الأول في الثاني أي زائد 2 بX ب3 زائد مربع الثاني أي 3 للتربيع فنحصل على X مربع زائد 6X زائد 9 مثال آخر القوس Y زائد نص للقص 2 يساوي مربع الأول زائد ضعفي الأول في الثاني أي 2Y بنص زائد مربع الثاني أي نص للتربيع يساوي Y مربع زائد Y زائد 4 الخاصة الثانية أو المطابقة الثانية القوس A ناقص B مرفوع للقوة 2 يساوي A مربع ناقص 2 AB زائد B مربع أو B مرفوع للقوة 2 الإثبات نأخذ الطرف الأول وهو القوس A ناقص B مرفوع للقوة 2 يساوي A B B A ناقص B ثم ننشر الطرف الثاني فنحصل على A مضروبة بA نحصل على A مربع A مضروبة بناقص B نحصل على ناقص AB ثم ناقص B مضروبة بA نحصل على ناقص BA ثم ناقص B مضروبة بناقص B نحصل على زائد بي مربع أيضا لدينا الحد ناقص A B والحد ناقص B A حدان متشابهان بجمعهما نحصل على A مربع ناقص 2 A B زائد بي مربع وهو الطرف الثاني في العلاقة إذن المطابقة الثانية هي القوس A ناقص B مرفوع للقوة 2 تساوي A للقوة 2 ناقص 2A ضرب B زائد B للقوة 2 كيف نقرأها؟ مربع فرق حدين يساوي مربع الأول ناقصا ضعفي الأول بالثاني زائدا مربع الثاني نأخذ تطبيق على هذه الخاصة مثال القوس 2 ناقص نصف X مرفوع للقوة 2 أو للتربيع يساوي كما قلنا مربع الأول أي مربع الثنين ناقص الثنين أو ضعفي الأول في الثاني أي ناقص الثنين بثنين بنصف X زائد مربع الثاني أي مربع نصف X فنحصل بعد الاختصار على أربعة ناقص ثنين X زائد واحد على أربعة X مربع أي أربعة ناقص ثنين X زائد ربع X مربع مثال آخر القوس 2X ناقص ثلاثة Y مرفوع للقوة 2 أو القوس 2X ناقص ثلاثة Y للتربيع يساوي مربع الأول أي 2X للتربيع ناقص ضعفي الأول في الثاني أي 2 ضرب 2X ضرب 3Y زائد مربع الثاني أي 3Y للتربيع فيكون الناتج 4X مربع ناقص 12XY زائد 9Y مربع الخاصة الثالثة أو المطابقة الثالثة هي جداء القوس A ناقص B بالقوس A زائد B يساوي A مربع ناقص B مربع لنسبة هذه الخاصة نأخذ الطرف الأول وهو A ناقص B مضروبا بA زائد B بالنشر نجد أن A بA هو A مربع و A بB هو A B ثم ناقص B بA وهو ناقص A B أو ناقص B A ثم ناقص B بA B زائد B وهو ناقص B مربع لاحظ لاحظ الحد A B والحد ناقص A B متعاكسان في الإشارة فناتج جمعهما هو صفر يتبقى لدينا A مربع ناقص B مربع وهو الطرف الثاني في الخاصة إذن المطابقة الثالثة جداء القوس A ناقص B بالقوس A زائد B يساوي A مربع ناقص B مربع وتقرأ جداء ضرب مجموع حدين بفرقهما يساوي فرق مربعي الحدين أو يمكن القول الأول زائد الثاني B الأول ناقص الثاني يساوي مربع الأول ناقص مربع الثاني نأخذ مثال لنطبق هذه الخاصة جداء X زائد خمسة B X ناقص خمسة لاحظ أن القوس الأول الحد الأول فيه هو X أيضا القوس الثاني الحد الأول هو X ثم الحد الثاني في القوس الأول هو خمسة والحد الثاني في القوس الثاني هو خمسة أيضا في القوس الأول العملية جمع في القوس الثاني العملية طرح فنطبق الخاصة الأول زائد الثاني بالأول ناقص الثاني تساوي مربع الأول ناقص مربع الثاني أي X مربع ناقص خمسة للتربيع ويساوي x مربع ناقص 25 مثال آخر جداء القوس 2 ناقص 3 على 2y بالقوس 2 زائد 3 على 2y أيضا له نفس الشكل الأول زائد الثاني بالأول ناقص الثاني أو الأول ناقص الثاني بالأول زائد الثاني ويساوي مربع العدد الأول أو الحد الأول وهو 2 مربعه ناقص مربع الثاني أي 3 على 2y للتربيع ويساوي 4 ناقص 9 على 4y مربع مثال أيضا شداء القوس 2x ناقص 3 بالقوس 3 زائد 2x لاحظ هنا القوس الأول الحد الأول فيه هو 2x بينما القوس الثاني الحد الأول فيه هو 3 فهنا نطبق الخاصة التبديلية لعملية الجمع أي 3 زائد 2x هي نفسها 2x زائد 3 أصبحت من شكل المطابقة الثالثة الأول زائد الثاني مضروب بالأول ناقص الثاني إذن يجب مراعاة الترتيب الناتج مربع الأول ناقص مربع الثاني أي مربع 2x ناقص مربع الثلاثة الناتج 4x مربع ناقص 9 الآن كما ذكرنا في الدرس السابق درس النشر والتحليل يمكننا استخدام المطابقات الشهيرة في النشر والتحليل على الشكل التالي مثال انشر ما يلي المقدار a يساوي القوس x زائد 7 مرفوع للقوة 2 أو x زائد 7 للتربيع يساوي نستخدم المطابقة الأولى دون الحاجة إلى ضرب القوس بنفسه فنحصل على مربع الأول زائد ضعفي الأول في الثاني زائد مربع الثاني أي مربع الأول مربع لx هو x مربع زائد 2 الأول أي 2 بx ضرب الثاني أي ضرب 7 زائد مربع الثاني أي 7 للتربيع بالاختزال أو بعد ضرب 2x ب7 يصبح الناتج x مربع زائد 14x زائد 49 وهي مربع السبعة مثال آخر b يساوي القوس 2x ناقص 5 للتربيع بتطبيق المطابقة الثانية نحصل على مربع الأول ناقص 2 الأول في الثاني زائد مربع الثاني أي مربع الأول 2x للتربيع ناقص 2x ب5 زائد مربع الخمسة بعد الإيجاد الناتج يكون 4x مربع ناقص 20x زائد 5 مثال آخر انشر ما يلي b يساوي القوس 2x ناقص 5 للتربيع إذن بتطبيق المطابقة الثانية مربع الأول ناقص 2 الأول في الثاني زائد مربع الثاني فنحصل على 2x للتربيع ناقص 2 مضروبة ب2x مضروبة ب5 زائد 5 للتربيع فكون الناتج 4x مربع ناقص 20x زائد 25 أيضا لننجر c يساوي جداء القوس x زائد 7 بالقوس x ناقص 7 أيضا بتطبيق المطابقة الثالثة بعد ملاحظة أنها مكتوبة بالشكل الأول زائد الثاني بالأول ناقص الثاني يساوي مربع الأول ناقص مربع الثاني أي مربع الـ x ناقص مربع السبعة والناتج x مربع ناقص 49 الآن استخدام المطابقات الشهيرة في التحليل عزيزي الطالب أن المطابقة a زائد b للتربيع تساوي a مربع زائد 2ab زائد b مربع يمكن البدء من الطرف الأيسر إلى الطرف الأيمن كما تشاهد ويمكنك البدء من الطرف الأيمن ثم إلى الطرف الأيسر أما إذا كان البدء من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر فنكون قد نشرنا الطرف الأيمن بتطبيق هذا الكلام على المطابقة الثانية وعلى المطابقة الثالثة لاحظ عزيز الطالب كل مطابقة كيف نستخدمها في النشر وكيف نستخدمها في التحليل الآن سوف نطبق هذا الكلام على بعض الأمثلة حلل ما يلي المقدار A يساوي X مربع زائد 4X زائد 4 لاحظ هنا هل تجد عامل المشتركة في الحدود الثلاث لا يوجد لاحظ أن المقدار A الذي يساوي X مربع زائد 4X زائد 4 يشابه في شكله الطرف الأيسر في المطابقة المذكورة لاحظ X مربع زائد 4X زائد 4 ما العدد الذي مربعه X مربع هو X ما العدد الذي مربعه 4 هنا هو 2 بعد ضرب 2X ثم أخذ ضعف هذا المقدار نحصل على 4X إذن X مربع بدلا من 4X نكتب 2X بدلا من 4 نكتب 2X2 هذا المقدار يشابه المطابقة الأولى فيكون الناتج يساوي X زائد 2 مرفوعة للقوة 2 أي X زائد 2 للتربيع مثال آخر المقدار B يساوي X مربع ناقص 6X زائد 9 أيضا هذا المقدار نلاحظ عدم وجود عامل مشترك أبدا بين هذه الحدود الثلاث وهو يشابه الطرف الأيسر في المطابقة الثانية بعد ملاحظة أن 6X يمكن كتابتها 2X3 والتسعة يمكن كتابتها 3 للتربيع إذن هذا يشابه الطرف الأيسر في المطابقة الناتج سوف يكون X ناقص 3 للتربيع مثال آخر المقدار C يساوي 4X مربع ناقص 9 أيضا هنا نلاحظ عدم وجود عامل مشترك لاحظ عزيزي الطالب أن 4X مربع يمكن كتابتها 2X والكل للتربيع أيضا التسعة يمكن كتابتها 3 للتربيع أصبح هذا المقدار يشابه الطرف الأيسر في المطابقة الثالثة وهو A مربع ناقص B مربع كما نعلم هو يساوي جداء A زائد B بA ناقص B إذن يساوي الأول ناقص الثاني في الأول زائد الثاني إذن 2X ناقص 3 مضروبة بـ 2X زائد 3 مثال آخر الآن المقدار D يساوي القوس Y زائد 1 للتربيع ناقص 100 أيضا هنا لا يوجد عامل مشترك لاحظ أن المئة تكتب 10 للتربيع أصبح هذا الشكل يشابه المطابقة السابقة نكتب الأول أي Y زائد Y زائد الثاني أي زائد 10 مضروب بالأول Y زائد 1 ناقص الثاني أي ناقص 10 بعد الاختسال يصبح القوس Y زائد 11 مضروب بالقوس Y ناقص 9 ونكون قد حللنا المقدار D الآن E تساوي القوس 2X زائد 3 للتربيع ناقص القوس X ناقص 1 للتربيع أيضا هنا لا يوجد عامل مشترك بتطبيق المطابقة السالسة التي هي فرق مربعي عددين أي أو فرق مربعي مقدارين يساوي الأول زائد الثاني بالأول ناقص الثاني أي 2X زائد 3 زائد X ناقص 1 مضروب بالقوس 2X زائد 3 ناقص X زائد 1 أي هو الأول ناقص الثاني والثاني هنا هو X ناقص 1 بعد ضربه بسالب نحصل على ناقص X زائد 1 بعد الاختزال يكون 2X نجمعها مع X يكون 3X و3 مع ناقص 1 يكون 2 و2X ناقص X هي X و3 زائد 1 هي 4 فكون ناتج E هو القوس 3X زائد 2 مضروب بالقوس X زائد 4 الآن المقدار F يساوي 2Y مربع مضروبة بالقوس 5X ناقص 1 ناقص 2 مضروبة بالقوس 5X ناقص 1 لنحلل F لاحظ هنا وجود عامل مشترك هو 5X ناقص 1 أيضا 2 موجودة في الحدين فيصبح العامل المشترك هو 2 بالقوس 5X ناقص 1 لنخرج هذا المقدار عاملا مشتركا ونقسم الحدود عليه فنحصل على 2 مضروبة بالقوس 5X ناقص 1 مضروبة B بعد تقسيم المقدار الأول على 2 ب 5X ناقص 1 نحصل على Y مربع والمقدار 2 ب 5X ناقص 1 أيضا على 2 ب 5X ناقص 1 نحصل على ناقص 1 لاحظ هنا أيضا القوس الثاني Y مربع ناقص 1 أيضا يمكن تحليله بعد ملاحظة أنه مطابقة لأن الواحد هو واحد للتربيع أصبح فرق مربع حدين فيكون يساوي الأول زائد الثاني بالأول ناقص الثاني بتطبيق ذلك نحصل على F يساوي 2 مضروبة بالقوس 5X ناقص 1 ثم Y ناقص 1 مضروبة بY زائد 1 هنا تم تحليل F على شكل 3 أقواس الآن النشر مع الجزور التربيعية ليكون المقدار E يساوي جداء القوس 3 ناقص 4 جزر 5 بالقوس 3 زائد 4 جزر 5 والمطلوب أن نثبت أن E عدد صحيح بعد ملاحظة أن E تشابه المطابقة الثالثة الأول زائد الثاني بالأول ناقص الثاني يساوي مربع الأول ناقص مربع الثاني فيكون الناتج مربع 3 ناقص مربع 4 جزر 5 مربع 3 هو 9 مربع 4 هو 16 و مربع جزر 5 هو 5 فيكون الناتج 9 ناقص 80 والجواب هو ناقص 71 وهو عدد صحيح تدرب 1 انشر ثم اختزل المقادير التالية المقدار E يساوي القوس 4 X زائد 3 للتربيع زائد القوس X زائد 2 للتربيع باستخدام المطابقات يكون 4 X زائد 3 للتربيع هو مربع الأول زائد 2 الأول في الثانية زائد مربع الثانية أي 4 X للتربيع زائد 2 ب4 X ب3 زائد 3 للتربيع والقوس الثاني X زائد 2 للتربيع أيضا مربع الأول زائد 2 الأول في الثاني زائد مربع الثاني أي X مربع زائد 2 بX ب2 زائد 2 للتربيع نجد 4X التربيع هي 16X مربع 2 مضروبة ب4X ب3 هي 24X 3 للتربيع هي 9 ثم X مربع ثم 2 بX ب2 هي 4X و2 للتربيع هي 4 بجمع الحدود المتشابهة لدينا 16X مربع زائد X مربع هي 17X مربع و24X زائد 4X هي 28X وتسعة زائد 4 هي 13 فتكون E تساوي 17X مربع زائد 28X زائد 13 أيضا المقدار F يساوي القوس 5Y زائد 3 للتربيع زائد جداء القوس 5Y زائد 3 بالقوس 5Y ناقص 3 القوس 5Y زائد 3 للتربيع بعد نشره نحصل على مربع الأول أي 5Y للتربيع زائد 2 الأول في الثاني أي 2 ب5Y ب3 زائد مربع الثاني أي مربع ثلاثة ثلاثة للتربيع لاحظ جداء القوس 5Y زائد 3 بالقوس 5Y ناقص 3 هي المطابقة الثالثة وتساوي مربع الأول ناقص مربع الثاني أي 5Y للتربيع ناقص 3 للتربيع يصبح الناتج 5Y للتربيع هي 25Y مربع 2 ب5Y ب3 هي 30Y 3 للتربيع هي 9 5Y للتربيع هي 25Y مربع وناقص 3 للتربيع هي ناقص 9 بجمع الحدود المتشابهة نحصل على 50Y مربع و30 أو زائد 30Y تسعة مع ناقص 9 الجواب صفر انسخ ثم اكمل لتصبح كل عبارة مطابقة اولا القوس X زائد فراغ للتربيع يساوي فراغ زائد 8X زائد فراغ لاحظ ما هو العدد الذي ضعفه مضروبا بX يساوي 8X بعد ملاحظة ان هذه المساواة تشابه المطابقة الاولى الحد الثاني هو 8X اذا ما هو العدد الذي ضعفه مضروبا بX يساوي 8X نحن نعلم ان الحد الثاني في المطابقة في الناتج طبعا هو 2 الاول في الثاني والعدد الاول كما هو واضح انه X اذا العدد الثاني سوف يكون 4 فيصبح X زائد 4 للتربيع مربع الاول زائد ضعفه الاول في الثاني اي 8X زائد مربع الثاني اي زائد مربع الاربع وهو 16 الان العبارة الثانية لاحظ عزيزي الطالب ما العدد الذي سوف نجمعه الى 2X لكي يكون الناتج كما هو واضح نحن نعلم ان الخمسة وعشرين هي مربع العدد خمسة اذا العدد الثاني في القوس يجب ان يكون خمسة فنحصل على 2X زائد خمسة مضروبة ب2X ناقص خمسة فيكون الناتج X مربع ناقص خمسة وعشرين عزيزي الطالب حاول ان تحل هذا التمرين في البيت لدينا A يساوي القوس 2X زائد 6 للتربيع ناقص 16 الطلب الاول انشر ثم اختزل A الطلب الثاني حلل A عزائي الطلاب بنهاية درسنا اليوم نرجو ان نكون قد خدم لكم الفائدة المرجوة ولكم جزيل الشكر على المتابعة اشتركوا في القوس